اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمكن نقدر يمكن نعرف انا ما عملت لكش حاجة عشان تسيبني وهو بمنتهى الجحود والبرود ولا احساس ولا شعور وايب بيقولها انا قلتلك ان كل شيء اسمه ونصيب ايه حكمل بالعافية يعني مش قادر مش عايز يا ستي هو ايه الحب بالعافية ما تخلي عندك كرامة بقى وهي واقفة بتعيد جدا ويا حبيبتي كان ناقص توطي على رجله ببوسه عشان ما يسيبهاش خلاص ايه دي بتطلي عياط حتلم علينا الناس يا بنتي لانناس تقول ان انا عملت فيك حاجة ولا عملك حاجة علاقة وانتهت يعني وبكرة تعرفي واحد تاني وبكرة تحبي واحد تاني والدنيا ما بتقفش على حد وهي بتقطع وبتقول له لا حتوقف لا الدنيا حتوقف لا انا بحبك ومش قادر عيش من غيرك ومش قادر استغنى عنك ارجوك ما تسيبنيش ثم انقطع الكلام لمدة دقتين تلاتة وبص هو في الساعة وطلع الموبايل من جيبه وبص فيه وقال له انا لازم ممشي طب هنكمل كلامنا الكلام خلص يعني احنا كده خلاص ايوة وارجوك ما تتصيش بيا تاني انا كده تمام انا كنت راجل معاك للاخر وبدل ما عاملك بلوك ولا ما ردش عليك ولا بعاتلك مرسال انا وقفت قدامك وقلتلك ان انا مش عايزك خلاص وانتهى هذا المشهد ان حضرته سابها ومشي وهي وقفت تبكي عليه كم بكاء كتير قوي زي ما يكون ابنها مات زي ما يكون ابوها مات زي ما يكون امها ماتت قاعد دماغي تروح وتيجي انزل انا لو نزلت الناس حتتلم وانا مش عارف حلالها مشكلتها حبقى بسلم على دي وابوز دي وابحب دي ومش عرف ايه بس انا البنت نفسها لانا زلالها مش عارف حلال مشكلتها طب ما نزلت وقعد في العربية اشوف ايه اللي بيحصل ما قدرتش فانزلت قلت لابسة بتاع كده كابي شافة وضرع عملت منضرع وقلت لها فايتل وطبس ايه دي بقى تعالي قاعد معايا في العربية قاعدت تبكي 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 كتير 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 ايه يا ستي ايه الحكاية ايه الرواية احنا ارتبطنا وقال لي انا بحبك وفضل يجي ورايا كتير وحصل مش عارف ايه وانا ما كنتش موافقة وانا مش بتاعت صحبية والله العظيم يا رضوة وانا اهلي ربوني كويس وانا كنت رافضة الموضوع في الاول وقاعد يزن علي ويجري ورايا ويكلم صاحباتي ويجي يمين وشمال وعند البيت ومش عرف ايه وكذا لحد ما قلته خلاص ينفع نقعد مع بعض شوية بس بازم تكلم ماما فقال لي اكلم ماما انا بحكي القصة دي بقى عشان النقطة دي كلم ماما دلوقتي لو عايزان اكلم ماما فرحت البنت بكلم ماما ميتها ماما فيه واحد عايز يكلم حضرتك ايه يا حبيبي بس اخير يا تنت انا فلان الفلاني وانا عايز اجي اجوز بنت حضرتك ايه يا حبيبي قال مثلا انت راجل محترم ودخلت البيت نمبيب وتصرف امتى والله يا تنت انا بس بعمل اوراق المش عرفائيه واولاق التجنيد ومش عرفائيه وبتاقى فحديك تجين شوية وقت قليل قوي صغير قوي وحاجة تقدم لحضرتك وانكل طيب يا حبيبي تنور وتصرف وبقت الست فجأة الام متورطة في هذه العلاقة وعارفة ان بنتها في علاقة مع شاب البنت تقول له مرة ننزل وعشرة لا عشان اهلي هيقفش وعشان انا مش متربية على كده وعشان انا مش عارف ايه التليفون بعد ما كان مرة في الاسبوع ابتدى اياخدها بالراحة بقى مرتين بقى ثلاثة لما كانت بتتكلم معها قبل الساعة عشر بالليل بقى بتتكلم معاه الحد الساعة ثلاثة واربعة على الفجر كل يوم المهم انها فجأة قريت لي انا فجأة حسيت ان انا رجلي دخلت في علاقة وانا قصة ما كنتش عايزة اعمل كده من الاول جيت بقى بقول له يلا بقى وتعالى وتقدم وماما بتاديت تسألني وبتاع وبتادي حتبتيت لمح لبابا فقال لها لا مش لها مش عايزة اكمل في الفترة القريبة الصغيرة دي اكتشفت ان انتي متنفعنيش وانا مش عارفة اعمل ايه وانا حبيت وانا تعلقت بيه فهنا بقى احنا محتاجين نقول للبنات مش مهم طبعا بقى حل المشكلة لان حل المشكلة خلاص يعني قطعنا فيه شوت كويس لكن احنا محتاجين هنا نقول للبنات انه ما بقاش موضوع زي زمان زمان كانوا بيفودوا يكلموا بابا وماما لكن دلوقتي هما ما بيفودوش يكلموا بابا وماما هو بيكلم ماما عادي وبيوعد ماما بعود وبيخلي ماما بدون ان تشعر موافقة على العلاقة ومستنيع عريس بسلامته يجي عشان يخطب بنته عشان هو دخل البيت من بابه ولا دخل البيت ولا بابه ولا اي حاجة ادي واحد فاحنا لازم بس نحط انا بكلم البنات هنا لازم نحط في بالنا انه هتقوله هكلم بابا وماما هيكلم بابا وماما عادي دلوقتي مفيش كوميتمنت مفيش ارتباط حقيقي ادي واحد اتنين بقى بكلم كل الامهات دلوقتي في فرق كبير ما بين ان بنتك تيجي تحكيلك على واحد وفي فرق ان هي تكلمهولك لان لما هي هتكلمهولك حضرتك كده عرفتي فحضرتك ممكن تعرفي زي ما بيقوله بالانجليزي فورا وايل لوقت معين انا كام حطال نفسي وانا كام لازم ابتقى لمح لابوها طالما انا حاسة ان الشاب اللي كلمني او الراجل اللي كلمني داخل داخلت جد لكن انا ما ينفعش ها بنتي تيجي تكلمني على واحد وتدهوني على سماعة التليفون وبقى داخل عليها وهي بتتكلم معي وتقوله ماما بتسلم عليك لانها حكيتلي حاجات شبه كده في القصة دي ماما بتسلم عليك يا حبيبي سلميني على ماما يا قلبي ها وانت كماما ما ينفعش ان انت تبيعارفة ان بنتك نازلة خارجة مع راجل او شاب غريب عن بيتكو الساعة عشر واحداشر واتناشر واحدة وحاجات كده غريبة انا بقيت بسمعها او في الايام اللي فاتت وماما عارفة وماما بتتكلم والواد قاعد جنب البنت شايف ان ماما بتتكلم تتطمن ان انتوا كويسين ساعة احداشر بالليل لأ ودي كانت النعتيجة ان بنت تقهرت وقلبها تكسر لمجرد انها تطمنت ان فيه شاب كلم ماما كلم ماما ما بقيتش شيء صعب ويكلم بابا ما بقيتش شيء صعب ويكلم اخوكي ويكلم اللي خلفونا كلنا ما بقيتش شيء صعب انا ابتدي احكم على الشاب انه جد ولا مش جد لما يقض قدامي على الكرسي في الصالون ويقول لي يا عمي او يا تنت انا عايز اخطب بنتك قبل كده لا فقبل كده ارجوكي انا بترجوكي لان انا بشوف حاجات غريبة حطي قواعد وحطي وقت الولد عايز تجوز البنت قدامك اسبوعين تلاتة اربعة بالكتير وتتفضل تيجي تنور عندنا في الصالون مش عاجبك الصالون قعب في الانتريه مش عاجبك الاتنين نتقابل برا وتجيب مامتك ونتعرف على بعض لكن السايف في السايف والداخل في الداخل البنت اللي انا شفتها قابلتها كانت على وشك الانتحار لانها كبيرة في السن مش كبيرة جدا بس يعني عقلة وده اول ارتباط ليها فارتبطت بيه ارتباط عنيف وحاست انها متطمنة عشان ماما عارفة فارجوكي خلي بالك على نفسك البنت بكلمها والام خلي بالك على بنتك ارجوكم يا زرون يا كنت اتكلمت بكده بس المشهد اللي انا شفته مش حنساه طريقة مسكة صواباحة الى ده وهو ماشي بتقول طب استنى مش حنساها طريقة ردوده عليها مش حنساها وطريقة الترجي لي مش حنساها مش حداتي يا عزيات و بنتي حبيبات اعتذر للمرة التانية النهاردة معنا ضيوف اعزائي كلهم الى قلبي و الى قلبكم النهاردة معنا توقعات الابراج لسنة 22 اللي احنا كلنا نستناهم سنة سعيد عليكم جميعا ان شاء الله يكون السنة اللي جاية سنة سعادة و حب و رضا و حياة جديدة لنا كلنا مش حداتي يا عزيات و بنتي يا حبيبات نبدأ اول حلقتنا ولكن بعد الاسر موسيقى 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 كيف يعملون ايه؟ نهاردة معنا نسمة المتتابقة في 40 يوم كيف يا نسمة؟ لا ايه؟ احنا كنا المرافاتة اشتغلنا على المنطقة اللي تحت عنيها اشتغلنا فيلر عشان كان عندها التجويف واشتغلنا شوية ميزو ثرافي عشان يحسن الغمقان اللي حوالينا عنيها هي احسن وان شاء الله لسا هنكمل فيه ساشن ستاني فيه كم حاجاتان يبقى هنشتغل عليها النهاردة عايزين الاول نرفع الخدود منطقة الخدود ونرفع المنطقة دي عشان نحسن شكل الفك ونقلل شكل اللغت ده هنعمله بحاجتين الاول هنشتغل بخيوط الخيوط دي حاجة غير جراحية احنا مستخدمها عشان اشد الواجه ويقعد تأثيرها تقريبا من سنة لسنة ونوص ثاني حاجة ان احنا ممكن نطول الدقن شوية وده هنعمله بفلر الفلر ده مادة من الهلورانك اسد بتقعد تقريبا برضو سنة في الوش طيب حاجة كمان هنعملها ان احنا هنزود حجم الشريف بحاجة بسيطة قوي هنحافظ على شكلها زي ما هي بس ندليها بوليوم بسيط اخر حاجة هنعملها ممكن تكشرية نسمى انو نسمى عندها الخطوط دي بتظهر اول ما تكشر فاحنا هنعمل لها بوتوكس البوتوكس ده عبارة عن مادة بتوقف حركة العضلة اللي بتسبب الخطوط بتاعت التكشيرة والبوتوكس بيقعد تقريبا من ثلاث لأربعة شهور ماكسلم ست شهور وتأثير ويختفي ونرجع زي قبل ما امن وبس كده يلا نشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة